أمين على آله وصحبه أجمعين وبعد الجمعة الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واليوم الواحد ما كان دالي خوش لأنه هنا الشغل ما شاء الله مرتب واجز الله خيرا أخواننا على هذا الحديث الطيب العلمي ونحن طبعا شغلنا شغل ساقد فربنا سبحانه وتعالى يتقبل منهم وإن شاء الله أخواننا أي إنسان يستعين الله سبحانه وتعالى ويبذل الجهد في نصرة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى يوفقه ويفتع عليه وهذه المسؤولية هي مسؤولية الجمع والموضوع دم أصعب يا أخوان ولكن الآن الصوفي أخواننا لم مالقه إن حججم القديمة التي يحاولون بها أن يقيدوا الناس عن أن ينكروا عليهم صارت هذه الحجج حجج فارغة وفاشلة أرادوا أن يلبسوا الشرك بالله والإلحاد والكذب والكفر أرادوا أن يلبسوا ذلك ثوب العلم ثوب العلم ودي الناس متطفلين متطفلين ومجرمين الواحد يحاول يظهر هو الإمام العلامة وكذلك يحاول أن يظهره كذلك الأخوان المسلمين فيهمت؟ أن المستضيف بتاعه قال له الدكتور محمد المنتصر لزيرك ودي أخوان ندى الدأب بتاعه والبرعي أدو خمسة دكتورة فخريح فيهمت؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زر فدي الناس دارين يعني يوهم المجتمع إنهم ناس عندهم علوم وعندهم تأصيل وكله كذب وتحريف وكله عبارة عن غش للمسلمين وعبارة عن تزوير للحقائق وكله لعب على الناس فيهمت؟ ولذلك يا أخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى عليهم أن يبذلوا من وقتهم أن أخواننا الحرب الآن انت لو بتلاحظ أنه غالب الحلقات العلمية أو الخطب أو النصائح أو غيرها هي كلام عن أصول الدين يعني قبل فترة يمكن يكون قبل المجموعة دي ظهرها في التلفزيون ويحاولوا يلمعوها فيهمتة؟ وأن يقيموها على قدمين قبل الموضوع دا بتلقى أن الدعاة بتكلموا في مواضيع كثيرة تكلموا ليك عن التبرج فيهمتة؟ يتكلموا ليك عن الغناء يتكلموا ليك عن غيرها حتى لما نجي ننقض الصوفية بتلقى في كلام عن شنو؟ لما نتكلم عن المديح بنتكلم عن الموسيقى الفوق وكذا وكذا لكن الآن بيجا كلام في أصول الإسلام وفي أصول الأديان فيهمتة؟ لما نفتح الكتب بتاعت الصوفية وتلقى فوق إنه الإنكار أو مشاركة أولياء الصوفية لله سبحانه وتعالى فيما هو من خصائص الله كما جاء في كتاب سراج السالكين بتعود بدر إنه أحمد الطيب ربنا سبحانه وتعالى ملّك الكون 33 سنة فلم ينقص منه جناح بعوضة فإنت بتتكلم عن أمور مقرّة بأبو لهب وأبو جهل ربنا عز وجل يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أن يناظر هؤلاء المشركين وأن يحجهم بما يقرّوا به بأمورهم مقرّن به فذي بقد حج عليهم فيهمتة؟ الأمور ذي مثبتين إنه ربنا ماسك الكون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ربنا قاشنوا فسيقولون لله الكون ده كله الماسك والمتصرّف فوقه والذي يدبّر أمره والذي له الأمر في هذا الكون والذي يرفع ويخفط ويولي ويعزل في هذا الكون ويرزق ويحيي ويميد هو الله سبحانه وتعالى وغير الله سبحانه وتعالى لا يشارك الله عز وجل في ذلك دي أمور مستقرة عند الكفار الأوائل وبعد كفار ودماؤهم حلال وربنا سبحانه وتعالى ذمهم أشد الذم وقال ألهم قلوب يعقلون بها أم لهم آذان يسمعون بها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بلهم أضل أولئك هم الغافلون شوف الذم الشديد للمشركين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مع ذلك مقرون بأن الله هو مالك الكون وأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون ما حصل يوم أبو جهل غالط الرسول صلى الله عليه وسلم إنه المطر دي بنزل اللات أو العزة أو منات أو هبل أو غير ولا حصل غالط الرسول صلى الله عليه وسلم في الغنماية دي الخلق منه شكذا ربنا حجهم بهذه الأدلة بإقرارهم بالربوبية ربنا سبحانه وتعالى قال قل من رب السماوات والأرض وبعدها دي لك عرب فصحاء تهمت قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر شكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يبين لهم إن الأولياء بتعنهم ديل ما عندهم شيء مع الله سبحانه وتعالى في الكون ويجردهم الله عز وجل من صفات ربوبية بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم شتمهم وأساء ليهم والنبي صلى الله عليه وسلم سفه أحلامهم وعابهم في إمتى والنبي عليه الصلاة والسلام إنما إنما أخلص الدين لله وأن هذا الأمر لله ها قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر فضلا عن إنه يملك لك شكذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر آية من الآيات آية من الآيات شوف زمان الشريك كيف والليلة كيف ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة العراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لإن آتيتنا صالحا قال العلماء أي كامل الخلق تاما لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما بعد ربنا يديهم حتى بعد ذلك بيقع الشريك لكن الليلة قبل قبل ذاته بيقوموا بيشركوا بالله في إمتى قبل بل عند الصوفية إنه ما بجوز ليه بتعرس إلا تمشي تستازم من الشيخ ولما انتبشي تشوف انت بتعمل نظرة والشيخ بيعمل معاك نظرة في إمتى خاصة لو انت دلوك وجبت ليه واحدة شيئا ما أبدوره في إمتى لأن الشيخ دا عنده فيها نصيب لازم برضو الشيخ في إمتى شوف المكنة دي نظيفة ولا الحاصل فيها شنو برضو ما دي الصوفية انت بتلعب ولا شنو قال لك في كتاب سراج السالكين وإن رأيت منهم من تعدى ونح وفعل أفعالا قباح ولو أنه يأتي البهائم ودي أصلى عبد الرحيم البرعي وإذا ألفيت ممكرا في قولهم أو فعلهم لمحرم أول بفقه ما تشابه منه تأويل خير مؤول ومترجم يجدون لمس الأجنبية إن صافحت يدهم كذات المحرم وأصلى عبد المحمود نور الدائم في النصر العلمية لأهل الطرق الصوفية في غير من كتبه وبرضو البرعي في كم قصيدة بيأصلوا ليك إنه الشريعة فيها ظاهر وباطن وده غاية الإلحاد والزندقة والكفر بالله وغاية تجهيل الرسل والأنبياء والصالحين من هذه الأمة لأنه الدين الباطن ده الدين الباطن ده ده بقوله الرسول إما يقوله إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ده الساو ما وره إلا لأحمد التجاني وللبرعي ولأ عبد المحمود نور الدائم ولأ المكاشي وغيرهم أو يقوله إنه الدين الباطن ده الرسول ما أعرفه فيمتا؟ لشان كده الدين بتاع الصوفية ده الدين ده 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 دين بتاع ذندقة وإلحاد قسموا ليك الدين إلى قشور ولباب ولباب وإلى حقيقة وشريعة وإلى ظاهر وباطن فالباطن والحقيقة واللب ده عق الصوفية والشرائع والظاهر وغيرهم والقشور اللي بسمواهم وديك المزاتة كفرية إمتا؟ ده بقوله ده للفقهاء أهل الشريعة ده لعرفون أسمالك ابن أنس ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ده لما وصلوا في التقوى والزهد والخشية من الله سبحانه وتعالى ما وصل إليه الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وابن ما عرف ليك ابن شنوك ده ما عرف غريبة ولا جديدة وغيره من المجرمين المضلين القائلين نفسهم وسط الغاية في الصلاح وده المنهج بتاع الصوفية الآن في إمتا؟ كده ما تستدل ما تجيب كلمات لها ابن تيمية تجيب تقول ابن تيمية مدى حتى صوف يقوله قال قال مدى حتى صوف انت أبقى زي زهدل انت بيقيت زي ديلك بيقيت زي الفضيل ابن عياط فضيل ابن عياط كان ويتصافح المرأ كان بيتصافح المرأ الفضيل ابن عياط كان بيفرج دلقان أخدر الناس يدقوا روش كانوا بيهربوا من الملوك الملك يكون دار يكرمه بيقوم ما دار يقابل الحاكم ويهرب في إمتا؟ أما دل الواحد تلقاه وماشي جاري في إمتا جاري وفارش مخلاياته وماشي محلات الدهب حامد بابكر تلقاه وماشي محلات الدهب شغال هناك ليه؟ لأنه بيرلقى هنا أول حاجة الناس كشفوا حقيقته كشفوا زل دجال ومجرم ومستهبل عنده نفسيات في إمتا؟ بيقى ما أفزل شغال به كما حصل لصاحبه شيخ الحمامات بيقى ما أفزل شغال به في إمتا؟ شكده يمشي هناك فما ممكن تجي تغاري الله ديل بالأئمة الزهات الذين مدحهم شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله في إمتا؟ ما ممكن تغاري الله به نفترض إنه ديل موجودين هسي طيب إنت تابع يا تفهم إنت تابع للبرع تابع للبرع في إمتا؟ ويجي يقول لك الموجود في كتب هذه الصوفية إما متسوس وإما يؤول أولك ده أول اللي أول اللي ماسك الكون دي تأوله شنو في إمتا؟ يا أخوان والله ده شيء من الصفسطة ومن التلبيس ومن الكذب ده دار لبسطونة مفروض ينظرو ببسطونة النوعية دي ده دار لبسطونة مما يقول لك مجازا تديه صوته تقول لك ده مجازا شان المناظرة يتميزي الناس فالله أجد يا أخوان ممكن تكون الأخوة مجازا الأخوة تكون مجازا يا ناس ده شنو ده ده لعب في إمتا؟ ولذلك الباطل ده الصلولة والصوفية وهم الآن واقعين في كفريات كفريات ما وصل إليها أبو لهب ولا أبو جهل في إمتا؟ ونفسه وتلقى في كتب ابن عربي بيؤيد ابن عربي ده بيشدي على المشركين عديل مش تحت تحت عديل كده تقرأ الكتاب بتاع فصوص الكفر بتاع ابن عربي بيبيعوه في الدار السوداني للكتب بيحكي قصص الأنبياء ويقلب معاني القرآن وفي نهاية كل قصة بيطلع لك إنه قومعات قومعات دياله هم أهلكتهم الصيحة لتدخلهم الجنة في إمتا؟ وفرعون قال أنا ربكم الأعلى لأنه شاهد الحقيقة الكبرى وفرعون على الحق في إمتا؟ وغير أي شوف أي ذنب للمشركين في القرآن ابن عربي الصوفي طلع ده عبارة عن مدح ولكن في الظاهر في الظاهر قال ده عبارة عن ذنب لكن في الباطن ده مدح ده دين الصوفي الآن ده ما زنادقة ده ما زنادقة ده في إمتا؟ وأحمد التجاني وغيره في إمتا؟ وكل كذب لشان كده ربنا قال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر ما بينفع نفسه لا في الدنيا ولا في الآخرة ربنا قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون الله أدى جنة تقوم تساوي الكباشي بأي الله نعم طلة الدعال الكباشي هو الله اللي أدى جنة جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا ما بيخلق حاجة تعالي جبوا لنا في اس 24 التي صارت عبارة عن منبر منبر للترويج للصوفية منبر للترويج للصوفية في امتة؟ المنبر ده خلي جوه هنا في الاس 24 ده جيب الإزيري جيب الخنجر جيب غيره خلي جوه مع المزيع خلي يخلقوا لنا حاجة جوه الناس الآن يتروجون لهم ده خلي يخلقوا لنا حاجة عشان نبقى معهم ربنا قال أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيْعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرٌ ربنا قال وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ فذي الأولياء مزعومين بل هم من أولياء الشيطان وهم من أشد أولياء الشيطان ولولا أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن إبليس عليه لعنة الله هو سبب ضلال البشرية لكان هؤلاء أغلظوا شركاً وكفراً وإلحاداً من إبليس الملعون من إبليس الملعون والكلام ده ما بيعتقدوا الناس الجحال زي ما بيحاولوا يروجوا له الأخوان المسلمين ويأخذوا منهج المنافقين إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً فيمتاً؟ يقول لك طبعاً اختلفت في المزالة دي أها أنت شعب ابن تيميا قال وده قال داري طل عليك المسألة في النهاية فيها خلاف وإنت عندك برضو شيوخ قالوا بيها لا 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 يقول له كفر بالله سبحانه وتعالى وزندق ما قال بها أكفر الخلق وأغلظ الخلق شركاً وعناداً لربه تبارك وتعالى فيمتاً؟ ده الموجود فيه كتبة الصوفية يقول لك رأيه جاءني رسول الله بدل ما يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج يقظة لا منامن وأنا ما شئت له قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته جاو أنت ما تخلي عندك أدب يا تيجاني خلي عندك أدب شوية كده فيمتا؟ والرسول عليه وسلم قال بشرني أن من رآك وأن من أطعمك دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب شان كده حميدة لما يزر هناك لما أنزر بجانب الحمامات لما ينزر الزر شديدة قال البره ده أكل الناس بيخش الجنة قال قطع شك ما دي قال عقاية تعطى الصوفية من أطعم أحمد التجاني دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الجنة عند الصوفية لا تفوت الخمسمائة جنيه بغير حساب ولا عذاب بس تأكلوا أكل تمام تأكل الشيخ ده تنفخ لي بطنه دي تمام فيمتا؟ بعد ده يقول لي خلاص دي مننا لك وده عبارة عن سكوك بتاع الغفران دي سكوك الغفران التي كانت نشأة سبب في نشأة العلمانية وده موضوع التاني فيمتا؟ لكن الشاهد من الكلام الشاهد من الكلام أنه دي أخواننا استعباد وكذب وكذب على الناس وده الغشوبة والبسطاء والناس من بيقات تعرف الحد الأخوان المسلمين واكفين يقول تعطروا فيمتا؟ عشان كده ابن القيم لما تكلم عن القواطع قواطع الطريق للإنسان عن الجنة وعن ربه تبارك وتعالى يتكلم عن عشرة قواطع عدم الإيمان بالأسماء والصفات والشرك والبدع والكبائر والصغير وكثرة المباحات وتفويت والأخذ بالمفضول وترك الأفضل والفاضل بعد ذلك قال في عقبة ما نجى منها حتى الأنبياء قال في عقبة الأنبياء ذات ما نجوا منا قال وهاد أعداء الرسل الذين يقعدون بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ديال قاعدين وداليا هم زي الأخوان المسلمين ديال انت عارف البلد دي لو بس كانت كده ها بالسلفية وصوفية البلد دي لو كانت كده كان بتتحلى بأي شكل كان بتتحلى فيمتا؟ شكده شوف زمان نبي صلى الله عليه وسلم في مكة الدعوة دي بتمش عاديين والزول النجيط بيبقى نجيط عاديين لكن إما مشت المدينة وغير شوف أوقا الجماعة ديالك فيمتا؟ الجماعة المجرمين المنافغين ودال أضر ناس على المجتمع أضر الخلق على المجتمع المنافغين دال واحد يجيك هنا بوش وطبعا معروف يعني غير الله بينفع ونحن غير الله في البلد دي حاصل شنوه المقاعد يمشي للصوفية يا سلام أهل الله يا فيمتا؟ وعلى كان لكما البلد دي كما فيه 14 ألف قبة أسي ما كان البلد دي حجر غيتيس وكده ومؤمنين البلد ودائش دائش قاعد جوه هنا فيمتا ومن هنا بيمرك وفوت ويمنوا كيف يعني يمنوا كيف فيمتا وبيمن نفسه شرك موجود ودال ما دارين الحقيقة تصهر للمجتمع ما دار الحق يصهر أنت لو دار الحق لو دار الحق يصهر زي ما أنت بتفتح فرص الإعلام الآن كل الإعلام السوداني كل الإعلام السوداني الآن إما ينشر للباطل أو يواطئ الباطل أو يسكت عن الباطل كل الإعلام السوداني من غير استثناء كل الإعلام السوداني إما بيروج للباطل وإما متواطئ معه وإما ساكت على الباطل وساكت عن أهل الحق بل يشوه صورة أهل الحق ياخن تزول فاتح له ما بذكر اسمعه ولما أجي أتكلم عن زول باسمه بقول ليه الظريف فيمتى وما بجرحه السكاكين كلها بخليها بره فيمتى وبجي بفتح الكتاب وبقول له كده وربنا سبحانه وتعالى قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمفسرين قالوا والعلم قالوا فيمتى بجي بليك الكلام ده وأي مسألة من المسألة المختلفين معاه في الصوفية بجي بليك فيها إجمع أي مسألة أجي بليك فوقه إجمع والله لأن أخوانا دي مهما سايل ومش إجمع سايل دي فوقه إجمع بتاع أنبي عليه إجمع أنبي عليه الصلاة والسلام لأنه دي مسألة عغيدة العغيدة في زمن نوح وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن إبراهيم وموسى إلى أن تقوم الساعة وبعد أن تقوم الساعة إلى أن يشاء الله واحد العغيدة دي واحدة هل بيجي يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى مستوى على العرش أو أن ليس لله سبحانه وتعالى صفة العلو أو أن الله سبحانه وتعالى غير متصرف في الكون هل حيجي يوم من الأيام أو أنه غير ربنا سبحانه وتعالى مفرد بعلم الغيب أو أنه غير ربنا سبحانه وتعالى حيخلق دماغ في أجماعات أو أنه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحيي الأموات في إمتى ولذلك يا أخوانا دي مسائل واضحة مسائل واضحة الناس تحاول أن تغبش على الحق الذي هو أنصع وأظهر من الشمس في رابعة النهر ولكن يا أخوانا الكلام ده يبقى دافع للدعاة ده مش يبقى مصبط انت ما تقول يا أخي الإعلام مفتوح لهم وكذا والشغلة دي صعبة لا 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 الدعوة دي حقتنا نحن أقول لها حقت الله حقت ربنا سبحانه وتعالى شوف أنت الآن مغييدينك كيف كل الجوطة في الساحة دي عشان منعي عشان أنت قلت الحقيقة في إمتى فالدعوة دي ما حقتك أنت ما دام الدعوة دي حقت ربنا سبحانه وتعالى ربنا قال إن عليك إلا البلاغ إن تبلغ وربنا سبحانه وتعالى يوصل هذا البلاغ للناس مهما رفض من رفض ومهما عاند من عاند ومهما كابر من كابر ومهما دلس من دلس ومهما كذب من كذب فإن الحق بإذن الله سبحانه وتعالى منصور بس أن إحنا يا أخوانا دي يبقى لينا دافع أنا شغال مع منه شغال مع ربنا سبحانه وتعالى الأمور كلها بيد الله إذا كان بتاع الغناء فيمت إذا كان بتاع الغناء مفتوح له الغناء يجيب المجرم ده وما يجيب صاحب السنة والحق فربنا سبحانه وتعالى بيده قلب صاحب الغناء وبيده الغنى ذاته ربنا سبحانه وتعالى وبيده الكون كله لكن ربنا سبحانه وتعالى دار يبتلينا هل الآن إحنا بنقوم بهذه الدعوة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ده يزيدك كمان قوة إذا كان الناس متخازلين عن الحق إنت طوال تجتهد تجتهد تشيل قلمك وتمشي تساهر وتقرأ وتحفظ فيمتى وتمشي تبلغ الحق ولو ضربوك تصبر فيمتى وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى لأنك بتعامل الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغربة الغربة دي ده شي ضريف جدا وتتذكر الغربة دي في أي حركة من حركاتك انت والله بتشتغل نجيط وما بتحتاج إلى أزنزوك عشان تشتغل دعوة عشان كده واحد من السلف لقوه قاعد في بيت الكتب زمان ما في مراوح ومكيفات وكيف بتعموية وفريون وأبسال ده ما في كله فيمتى ولقوه معرك قال له أنت ومولع المصباح الدخان بتاع الزيت ما رقله في أنفه قال له أنت قاعد في المحلة دي والسخانة قال لهم أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابي أنا هنا قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقول ليه إزيري وغنوات غنوات دي بتنفع ولا تساوي هل تساوي هذه الغنوات بعرة لحمار ركبة وبكر الصديق والله ما تساوي فانت يازل تكون ها تكون فرحان ومنشرح الصدر وأنه لا يهمك ولو اجتمع عليك من بأقطارها أن الله سبحانه وتعالى سينفذ الحق فاسأل الله أن يجعلك جندا من هؤلاء الجنود الذين يشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن يجري الحق على لسانه نقدم أخونا الشيخ أوبكا وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان